السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن مع مكون التراكيب عنوان الدرس نائب الفاعل فما هو نائب الفاعل وما موقعه في الجملة إذن ألاحظ وأقرأ وألاحظ جرت مباراة في كرة القدم بين فريقين محليين في جو من الحماس الرياضي ولما سجل الهدف الأول اهتزت صفوف الجمهور نشوة بالنصر ورفعت الأعلام تحفيزا للعبين على تسجيل أهداف أخرى إذن بعد قراءتنا لهذه الفقرة سوف نلاحظ أن هناك كلمتين مكتوبتين مغير باللون الأحمر إذن الكلمة الأولى هي الهدف والكلمة الثانية الأعلام إذن الهدف الأعلام إذن نوع هذه الكلمة فهي اسم وقلنا كيف جاءت؟ جاءت مرفوعة الهدف الأعلام إذن الكلمة التي جاءت قبلها سجيلة إذن سجيلة هنا يعدنا فعل ماض مبني للمجهول سجيلة إذن بضم أوله وكسره من قبل الأخير كما تعرفنا في درس الفعل الماضي المبني للمجهول والكلمة التي جاءت بعد هذا الفعل هي الهدف الهدف إذن الأصل لها هذه الكلمة أن نقول مثلا سجل اللاعب الهدف سجل اللاعب الهدف إذن الهدف هنا جاءت منصوبة في الأصل ولكن في هذا المثال بعد الفعل المبني للمجهول جاءت مرفوعة وكما لاحظنا فقد تم حدف الفاعل وناب عنه المفعول به وناب عنه المفعول به لذا سنسمي وأصبح مرفوعا ناب عنه المفعول به فصار مرفوعا وبالتالي فإعرابوا هذه الكلمة بعد أن كانت مفعولا به سوف تصبحه نائبا للفاعل بعد أن تم حدف الفاعل نفس الشيء بالنسبة لرفعاته الأقل الأعلام إذن رفع الجمهور الأعلام رفع الجمهور الأعلام إذن هناك اللحظة بالحدف الفاعل اللي هو الجمهور وتم تعويضه بالمفعول به وأصبح وصار أو أصبح مرفوعا أنا المفعول به أصبح مرفوعا وإعرابه سيعراب نائبا للفاعل نائبا للفاعل بعد حدف الفاعل سنقوم بتحليل هاتين الجملتين إذن الجملة الأولى سجل الهدف إذن أصلها أن نقول سجل اللاعب الهدف إذن بناء الفاعل للمجهول إذن قلنا سجل بضم أوله وكسر ما قبل الآخر إذن هنا كان عندنا الهدف مفعول به منصوب إذن بعد حدف الفاعل وقمنا بتحويل الفاعل الماضي المبني للمعلوم إلى الفاعل المبني للمجهول أصبح المفعول به منصوبا وأصبح إعرابه نائبا للفاعل نفس الشي بالنسبة للجملة الثانية رفعة الأقلام إذن أصلها رفعة الأعلام إذن أصلها رفعة الجمهور الأعلام إذن فكما كان لحظوا هنا الأعلام هنا إذن مفعول به منصوب إذن كما كان نشوفه هنا إذن بعد رفعة هو الفعل المبني المجهول لفعل رفعة رفعة بضم أولية وكسر ما قبل الآخر والمفعول به الذي كان عندنا هنا منصوبا بعد حدف الفاعل أصبح مرفوعا وأصبح إعرابه نائبا للفاعل إذن تغييرت التي طرعت على هاتين الجملتين ما بين الجملة الأولى والجملة الثانية هي قمنا بحدف الفاعل ونابع عنه المفعول به إذن هنا الهدف الهدف أصبح الهدف الأعلام أصبحت الأعلام فصار مرفوعا لأن نائب الفاعل يكون مرفوعا إذن كاستنتاج إذن ما هو نائب الفاعل إذن ما هو نائب الفاعل إذن نائب الفاعل واسم مرفوع إذن دائما نائب الفاعل يأتي مرفوعا إذن الهدف الأعلام يأتي بعد الفعل المبني للمجهول إذن دائما نائب الفاعل يأتي مع الفعل المبني للمجهول لا يجينا مع الفعل المبني للمعلومة يجينا مع الفعل المبني للمجهول سجيلة ورفعة ويحل محل الفاعل المحدوف هذا نائب الفاعل جاء ليعوض لنا الفاعل المحدوف وينوب عنه ويأخذ حكمه الإعرابي حكمه الإعرابي هو الرفع يصبح مرفوعا بحل الفاعل لذلك سمي نائبا للفاعل ولم يعد منصوبا كما كان مفعولا به إذن عندما أصبح نائبا للفاعل أصبح مرفوعا وأخذ حكم الفاعل إذن بالنسبة للفقرة الأولى إذن أطبقه وركبه ثلاثة جمالين تتضمن كل منها نائب للفاعل إذن قد نحاوله قد نجيبه جمال فيها نائب للفاعل وبالتالي فالفعل سيكون فعل مبني للمجهول إذن الجملة الأولى هزيم الفريق هزيم هنا عندنا فعل مبني للمجهول الفريق هنا نائب للفاعل الجملة الثانية أسعيف اللاعب إذن هنا أسعيفة عندنا فعل مبني للمجهول اللاعب نائب للفاعل مرفوع أصيب الحارس إذن أصيب فعل ماض مبني للمجهول إذن مبني للمجهول الحارس قلنا هو نائب للفاعل إذن أحدد في جدول عناصر كل جملة وأعريبها إذن عندنا الجملة سنحاول نعربهم وعد نديرهم في الجملة إذن الجملة الأولى أندار أندار الحكام اللاعبة إذن أندار هو فعل مض مبني للمعلوم أندار يندير الحكام فاعل مرفوع بالضم الضاهرة على آخره واللاعبة مفعول به منصوب بالفتح الضاهرة على آخره اللاعبة بالنسبة للجملة الثانية أنذيرة إذن ضمي أولي وكسر ما قبل الآخر فهو فعل مض مبني للمجهول اللاعب نائب للفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الضاهرة على آخره إذن سنضعها في الجملة إذن بالنسبة للجملة الثانية الفعل هو أنذيرة النائب الفاعل هو اللاعب بالنسبة للجملة الأولى إذن الفعل هو أنظر الفاعل والحاكم والمفعل به هو اللاعبة إذن اللاعبة هنا كان لدينا مفعل به أصار نائبا للفاعل وأخذ حكم الإعرابي للفاعل فأصبح مرفوعا إذن بالنسبة لفقرة أستثمر إذن أجعل المفعل به نائبا للفاعل في الجملة التالية مع الشكل وتغيير ما يلزم تغييره ويتغيير ما يلزم تغييره إذن عندنا راما اللاعب الكرة إذن سنحولها للفعل المبني للمجوش سنقوله رومياتي رومياتي الكرة إذن هذا نائب المفعل به منصوب سيصبح نائب للفاعل مرفوع رومياتي الكرة ونكتب إذن راما اللاعب الكرة رومياتي الكرة إذن كانت مفعل به منصوب أصبح نائب للفاعل مرفوع حطم العداء الرقم القياسية إذن سنقول حطيما الرقم سجل اللاعب الهدف سجل الهدف إذن لدينا بنسبة الجملة السؤال الثاني أكون ثلاث جمال مفيدة يتضمن كل منها نائب للفاعل إذن نكتب إذن الجملة الأولى كتب الدرس إذن هنا نائب الفاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره قرئة القصة ورسمة اللوحة إذن هذه ثلاثة جمال مبنية للمجهول وعندنا نائب الفاعل هنا مرفوع إذن أخيرا أعريب فتيح الباب إذن هذه الجملة مبنية للمجهول إذن شنو غد يكون العناصر ديالها إذن فتيح وفي المرض مبني للمجهول مبني على الفاتح إذن دائما كيكون عندنا الفاتح في الآخر إذن نكون له مبني على الفاتح الباب إذن الباب نائب الفاعل مرفوع وعلى ما ترفعه الضم الظاهرة على آخره إذن إلى هنا نكون قد انتهينا من درس نائب الفاعل بالنسبة لمكون التراكيب إذن إلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر